اشتركوا في القناة الانتقال رح يكون في ساعة صباح يوم خمسة سبعة أقريبا الساعة ستة أو ثلاث دقائق صباحا بتوقيت درينيج ورح يستمر وجود المريخ في برج الثور لغاية يوم عشرين ثمانية فبرضو نفس الاشي صباحا لغاية الساعة سبعة أو ستة وخمسين دقيقة صباحا أو كوكب المريخ هو المسؤول بتأثيراته عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية طبعا صفاته لما بيكون سعيد أو بعطينا الطاقة الإيجابية تاعته بيكون عندنا شجاعة اقدام حب منافسة جراءة الاندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية هاي إيجابياته ولكن في لحظة ما بصير في نحاسة في الموضوع أو بصير سلبي بعطينا كثرة الجدل والقسوة والتسرع فهدول النقاط بيكون تاخدوهم بعين الاعتبار عشان نحدد إيجابية أو سلبية مقوط المريخ في برج الثور بدنا نركز أول إشي على الزوايا الفلكية لأن الزوايا الفلكية زي ما حكينا هي اللي أنا بأخذ فيها عساس أحدة سعودة سعادة أو نحوسة الكوكب بيته شرفه زاويته مش عارف إيش هاي إلها قياسات ولكن بتعطي نسب ولكن الزوايا هي اللي بتكمل هاي النسب وهي اللي بتعطي المعلومة الصحيحة بالنسبة للزاوية الأولى من لاقي إنه في زاوية تربيع سلبية راح تكون بين عطارد وبين المريخ وهاي راح تكون يوم 26 سبعة طبعا تأثيراتها بتبدأ من يوم 25 سبعة لا يوم 28 سبعة فهي زاوية بتخلي شوي يصير عنا هيك شعور بضيق الصدر ما بنتقبل النقد وممكن انتور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص ممكن ينتقيدنا أو يعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل عنا بكشف عيوبه وأخطاءه للطرف الثاني هاي الزاوية طبعا بما أنها سلبية فإلها تأثيرات سلبية على محيطنا بشكل عام فبما أنه عطارد والمريخ عطارد الاتصالات والمواصلات والمريخ والعنف والطاقة فهنا منقول إن هاي الفترة تكثر فيها حوادث إلها علاقة بالمواصلات بالاتصالات سيارات طيارات بواخر سفن أمور إلها علاقة بسكاك الحديد هاي كلها اتصالات ومواصلات وبرضو بالاتصالات وهنا بنحكي عن الهواتف عن السيارات عن حوادث أو أعطال أو أمور بتصيب هاي الأشياء ممكن احتراقها لأنه برضو المريخة له علاقة بالنيران وبرضو بأثر على النشر والصحافة يعني اللي هي ككتاب أو صحفيين أو مشكلة بصحيف ما أو كشف بعض الأسرار أو المخططات أو بعض المعلومات الخاطئة بتكشف وبعند بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران برضو سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي راح تكون الزاوية يوم واحد ثمانية طبعا تستمر تأثيرات هاي زاوية من ثلاثين سبعة لغاية يوم خمسة ثمانية فهاي الزاوية بتخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعليفين وبسببنا شقاقات عاطفية والبعض منها ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج واللي عندهم مشاكل جنسية ممكن يصير عندهم ضعف أو يشعر بالوهن أو عدم القدرة الجنسية هذا طبعا موارد بالدل برضو هاي الزاوية على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو حوادث العلاقة بسك الحديد زلازل عواصف ممكن يقع نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو يتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار أو بتشهد هاي الفترة بعض المظاهرات أو الإضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أو بسبب نوع من أنواع القمع للحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية طبعا بما أنه المريخ وأورانوس وبرج الثور تحديدا فتوقعوا أنه يكون كثير من الغبار خلال فترة مكثف في برج الثور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي رح تكون يوم ثلاثة ثمانية تأثيراتها من يوم ثلاثين سبعة لغاية يوم ستة ثمانية بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين زحل وهاي رح تكون يوم سبعة ثمانية طبعا رح تستمر تأثيراتها من يوم أربعة ثمانية إلى يوم إحدى عشر ثمانية في هاي الزاوية طبعا مريخ وزحل معناته في مواجهات ومشاحنات وأعمال عنف اللي ممكن تخلف مشاكل عديدة كمان هاي زاوية تزداد من خلالها العصبية وعليه يجب علينا جميعا أنه نتمالك العصاب ضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة لأنه ممكن يتفاقم أي شعور عنا للعصبية الحادة وبرضه يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لانتعاد داخلي بينحكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة لدوليا فهي بدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة والأسهم وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في أمور المناجر والمحاجر والمعامل وهذا الإشي ممكن عرق الإنتاج كمان بيزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في هاي الفترة وفي هاي الفترة بتزداد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو بتشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهي رح تكون يوم 11-8 ورح تستمر تأثيراتها من 9-8 لغاية 14-8 يكون لدينا نوع من أنواع تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وهي برضو بتدفعنا لحب المغامرة وتحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو هاي زاوية تأثيراتها بتيجي من يوم 12-8 إلى يوم 18-8 أو بتستمر تأثيراتها بشكل جيد بتجعلنا شوي هيك نكون في بعض الأوقات خجلي لعننا نوع من أنواع الخجل ولكن ممكن نرد على أي شخص ممكن أنه يثيرنا بعنف شديد طبعا لما شفنا الزواية هاي منلاحظ أنه الزواية السلبية أغلبها هي اللي ظاهرة وهي طبعا هاي زواية تأثيراتها بتبلش من يوم 17-7 يعني من يوم الانتقال من 5 الشهر ل 17-7 هاي إيجابية ولكن بعدها من 17-7 لغاية 18-8 يعني شهر كامل هاي سلبية منتحسة فيها كتير من الأحداث الصعبة اللي لازم نكون حذرين جدا فيها طيب خلال الفترة ما بين 5-7 وعشرين ثمانية اللي هي فترة مكوث المريخ في برج الثور وعادة يبدل ما ندخل على هاي النقطة أنه لما بنتقل المريخ من برج لآخر بيحمل معاه شحنة من أعمال العنف والمواجهات والمشاحنات وخصوصا في الأماكن المحتدمة وممكن تقع حوادث عنيفة الهاصلة بالجرائم والنيران والمعادن وبما أنه رح ينتقل على برج الثور معناته فيه إشي العلاقة بالزلازل وإلو علاقة بالغبار والعواصف والأمور اللي تتعلق بهذا الموضوع من ناحية إيجابية بيستفيد موليد برج الثور من النشاط والطاقة والجراءة وبتتعزز الرغب الجنسي عندهم بشكل أكبر ولكن ممكن أنهم يندفعوا في تصرفاتهم أحيانا ومعني هذا الشيء بيأثر عليهم سلبيا ولكن الأبراج الإيجابية اللي رح تتأثر مع برج الثور هم موليد الأبراج الترابية والمائية وكذلك كل شخص تواجد لديه المريخ ساعة ولاته في برج الثور لوجود المريخ في برج الثور تأثير على كافة موليد الأبراج خلينا نشوف بالتدريب بالترتيب مين كل برج إيش من ننصحه وإيش من حذره برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا بيستفيدوا ماليا ولكن بتتصاعد عندهم النفقات هذه فترة بتتحسن فيها وضعيتهم المالية بيصير فيه نوع من أنواع المداخيل ولكن بدهم يتجنبوا بعض النزاعات مع رفقائهم في العمل أو مع رئيسهم لأسباب تتعلق بالوضع المالي وعشان هيك برضو بسلبية المريخ بدكوا تتجنبوا التبذير قدر الإمكاني يعني بجيكوا فلوس ولكن التبذير عالي جدا برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندهم استعداد عالي جدا للتصرفات المتسرعة بتزيد ثقتك بنفسك من ناحية إيجابية وشجاعتك حيويتك هذا الشيء بساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية ولكن المشكلة أنه في فترة نحوسة المريخ بتكون سيء المزاج نافذ الصبر متلهف وهذا الشيء ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك عشان هيك بدك تتجنب أنك تزيد الأمور الإفراط بمعنى آخر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بما أنه راح يكون المريخ في بيت متاعبكم فهنا بتكون تحذروا من أي تآمر ممكن يصير عليكم من وراء الكواليس يعني من أشخاص ما بتعرفوهم أو أشخاص بتآمروا عليكم من وراكم بتكونوا حذرين الإيجابية بتميلوا للإندفاع بسرعة متخطيين كل العقبات يعني بتعطيكوا طاقة عالية جدا أو بعطيكوا المريخ طاقة عالية جدا بالفترة هاي ولكن بدك تحذر أنه رغم كل هاي الطاقة بزيد عنفك فضادتك في التعامل مع الآخرين فبدك تكون حذر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو عن فرض السيطرة وخصوصا على الأصدقاء هو من ناحية إيجابية بيزيد تأثيرك على أصدقائك ولكن لأنه رح يكون منتحس ونحيس في فترات كثيرة بدك تتجنب الدخول في أي جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تنقطع العلاقة ما بينك وبينهم بشكل مفاجئ ونهائي برج الأسد بالنسبة للموليد برج الأسد بدهم يتجنبوا الدخول في أي مواجهة مع المسؤولين عنكم في مجال العمل طبعا ممكن أنك تحقق بعض الأهداف المهمة الإيجابية لأيك في عملك مع المسؤولين ولكن في فترة سلبية المريخ بتزيد عدوانيتك وإندفاعك وهذا الإشي ممكن يخليك تخالف القوانين أو تجازف أو حتى تشوه سمعتك بتصرفاتك برج العذراء بالنسبة للموليد برج الحذراء بدهم طبعا البيت التاسع بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد يتفقدوا أمتعتهم تذكرتهم حجزاتهم حتى القضايا القضائية بالفترة هاي يبعدوا عنها تماما الفترة هاي إذا رفع قضية قضائية ممكن تكون مش لصالحات بالفترة هاي بتميل لا تتبع عند دفاعاتك وبتتقد قرارات مفاجئة أو ممكن تقوم بخطوات مهمة أو حتى ممكن أنك تقرر على سفر دون سابق استعداد أو تواصل أو علاقة مع أجانب بتطورها بشكل كبير بسرعة هائلة جدا بدون ما تدرسها فعشان هيك في فترة سلبية المريخ بدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك بدك تحذر إذا كان عندك سفر بدك تتفقد كل أمورك وبرضو أثناء تنقلاتك لبعيدة أو السفر ما بين المدن بدك تكون منتبه واللي عندهم امتحانات بدهم ما يتصرعوا أثناء الإيجابة أو أثناء المناقشات يراجعوا حالهم قبل ما يتخذوا قرار برج الميزان بدهم يحذروا في أي شراكة مالية يعني هي الشراكات المالية هنا ما بننصح فيها نهائياً في فترة هذه المدة لأنه أغلب الوقت رح يكون المريخ منتحس فهو يخليك توقع بدون ما تقرأ البنود بدون ما تراجح حالك بدون ما تعرف أنت قادر على إتمام هذا الأمر أو الأمر هذا رح يتم ولا لا فمن طبيعة المريخ بيخليك تقبل التحديات عشان تثبت قدراتك ولكن هذا الشيء يعتبر مجازفات فعشان هيك رح يشجعك على القيام بمجازفات والمجازفات هاي ممكنة عرضك لمشاكل في عملك وفي حياتك المادية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتركز على الشراكة العاطفية وعلى الأمور المالية الشراكة العاطفية أفكارك ومشاريعك ممكن تلاقي استحسان من طرف زوجتك أو زوجك أو شركائك في العمل ولكن هذا الشيء بسلبيته للمريخ ممكن يصير فيه نوع من أنواع النزاعات في منزلك أو شقاق مع شركائك وممكن تكبر المشاكل الزيادة عن اللزوم فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب من أنك تبعد عن أي مشاكل لأنه أنت بالفترة هاي بتكون حلقة أضعف وبتسجل النقاط عليك مش لصالحك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعاً هذا البيت السادس لإلكم فعشان هيك يضغط كله رح يكون على العمل واللاسية مع علاقاتكم مع زملائكم برضو بتكتم تنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة لأنه نقطة الضعف بتكون أسفل الظهر عندكم ممكن هذا الشيء يعني أثر لك بعض لبعض موليد برج القوس بعض الأمور الصحية الإيجابية أنك بتقوم بمبادرات مهمة بتستفيد منها بتتمتع بحيوية كبيرة لإنجاز أعمالك ممكن بس في حال سلبية أو انتحاس المريخ أنك تتعرض لبعض الالتهابات أو الجروح أو الوعكات الصحية وانتبه من النيران تحديداً وخصوصاً اللي بيشتغلوا في ميدان عملهم بيكون إلوا علاقة بالغاز أو الحرارة أو النيران هؤلاء بدهم يكونوا حذرين خلال هذا الشهر برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي بدهم يضبط أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم في هذه الفترة إيجابية بيزيد حبك للحياة وبعطيك نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بعطيك عزم عالي جداً ولكن سلبية المريخ أنه بيغلب على سلوكك العنف فممكن سوء تعاملك ولا ياقتك في علاقاتك العاطفية أو مع الأبناء أو مع الأحبة فضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير حاول أنك ما تخسر أحبائك برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بتكون تتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة وبتهم يحذروا من النيران الأدوات الحدي بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلة شخصيتك قوية وحضورك ممتاز ولكن بسلبية المريخ ممكن يصير في بعض الخلافات العائلية أو تصبح الحياة في المنزل غير محتملة فتضطر أنك تهرب أو تتهرب حتى من المسؤولات العائلية برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بدهم يحذروا بتنقلاتهم ما بين المدن أو داخل المدن سفريتهم القصيرة بدهم يتجنبوا مواجهة مع الإخوة أو الجيران طبعاً من ناحية إيجابية بيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهذه فترة مناسبة للنجاح بالدراسة والمباريات ولكن فترة انتحاسة المريخ بتزيد عدوانيتك وهذا الشيء ممكن يسبب لك خلافات وسوء تفاهم فعشان هيك بدك برضو تضبط أعصابك أثناء النقاش والحوار عشان ما تتطور الأمور عندك كمان أثناء تنقلاتك وأسفارك بدك تتفقد أمتعتك سيارتك ما تقود بتهور لأنه الفترة هاي ما في داعي للمغامرات والمجازفات هيك منكون حكينا عن انتقال المريخ بالكامل حكينا إيجابياته سلبياته تأثيراته إن شاء الله ما بصير إلا الإيجابيات ولا إيش سلبي من اللي حكيناه بصير إن شاء الله كل الخير لإلكم وفي النهاية مقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء